موسيقى مساكم الله بالخير والله يحييكم في حلقة جديدة من طبعة المشاهد في يوم خاص وحلقة خاصة تأتيكم أيضا متواكبة ومتزامنة مع الفرحة الشعبية للأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والتي تؤكد حرص القيادة على كل ما يسهم في راحة المواطنين ودعمهم في جميع الظروف والأحوال والرفع من مستواهم المعيشي والوقوف دائما إلى جانبهم ومع فرحة الأوامر الملكية وتباشير الصباح فقد طلعتنا الصحف الصادرة لهذا اليوم بأبرز ما تضمنت هذه الأوامر لتفاصيل أكثر نشاهد هذا التقرير موسيقى الأوامر الملكية الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله عنوين الصفحة الأولى لمعظم الصحف المحلية التي خصصت صفحتها لتغطية الحدث صحيفة الرياض كتبت عنواناً خادم الحرمين يعين المواطن على عبء المعيشة قالت فيه إن القرارات الملكية أكدت أن الوطن والمواطن هما محور اهتمام القيادة الكريمة وجاءت منصفة لكافة شرائح المجتمع ومحقيقة لتوجهة الحاضر والمستقبل التي ترسمها الدولة ضمن سياسة حكيمة وخطط قوية وجاء إعلان هذه القرارات عقب الإعلان عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة وبدورها أوضحت صحيفة الجزيرة أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين رغبة في التخفيف من أعباء المعيشة عن المواطنين وبناء على معرضه ولي العهد بالمترتب على إعادة هيكلة الاقتصاد وفي موضوع متصل عنوانت صحيفة عكاد صفحتها بسلمان ملك الأمل قالت فيه إن الأوامر الملكية التي صدرت صباح اليوم فعلت المجتمع الحيوي السعودي التي تسعى لتنفيذه الرؤية السعودية 2030 من خلال وصول المجتمع نحو بيئته العامرة حيث لامست الأوامر الملكية سعادة المواطنين والمواطنات طيلة الساعة الماضية وحولت الأوامر الملكية محاور الرؤية 2030 في صناعة سعادة المواطنين لواقع ملموس وفي ذات السياق كتبت صحيفة مكة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان صباحات الوطن ملكية أن خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان أصدر فجر اليوم أوامر ملكية حملت مضامين سامية تعكس رعاية القيادة السياسية ممثلة بالملك وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصالح المواطنين وتلمز احتياجاتهم وتقديم الدعم المالي المناسب لهم إضافة للتقدير الكبير لما يبذله العسكريون من تضحيات للذود عن الوطن شارت صحيفة المدينة إلى أن الأوامر الملكية تضمنت عدة أمور مفرحة للمواطنين والمواطنات تحت عنوان الملك يثلج صدور أبناء شعبه وللحديث أكثر وبشكل تفصلي عن هذه القرارات السخية وهذه الأوامر الملكية يسرنا أن صديفنا في الأستوديو المساشر الدكتور سالم أليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية ما سكك الله بالخير وحياك الله دكتور وأيضا ضيفنا ومشاهدين الكرام من الدمام الأستاذ عبد الرحمن الملحم المحلل السياسي أستاذ عبد الرحمن حياك الله مرحبا نسعد الله صباحك وصباح الدكتور خالد في الأستوديو بالرياض الله يحييك طبعا بداية أوجه لك هذا السؤال بكتور سالم خلني أرجع وطبعا أختصر الواقع في المملكة العربية السعودية بداية تصحيح اقتصالي لتقوية التنمية وأيضا المحافظة للمكتسبات للأجيال القادمة مواطنون أيضا يتعرضون لأثار سلبية جراء هذا التصحيح الحديث عن مواجهة ومكاشفة ما بين المواطن والمسؤول التنفيذي من خلال استضافة وزراء على التلفزيون الرسمي وأيضا مستوى شفافية عالي يأتي بعدها هذا الملك العادل بأوامر وقرارات ملكية لامست احتياجات المواطنين ليؤكد أن المواطن أولا وليؤكد أن هذا الملك قريب من كل فرد ويفهم متطلباته تعليقك بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد حقيقة لانضمامي إلى طبعة المشاهد مجددا هذا البرامج الحيوي والذي يواكب الأمور المهمة في هذه البلاد بهذه المناسبة العظيمة يعني دعني أتوجه بالدعاء حقيقة الصادق باسمي ونيابة عن المواطنين وما لمسته حقيقة من اتصالات ومن تجاوبات عبر وسائل التواصل بالدعاء لهذه القيادة بالنصر والتمكين والتأييد سؤالك حقيقة جوهري وفيه ثلاثة ركائز أنا في وجهة نظري الركيزة الأولى أن هناك في هذه البلاد تنمية هذه التنمية القيادة نصرها الله حريصة على إمواء هذه التنمية وبلوغها إلى تفيد المجموع البشري السعودي الموجود حاليا والمستقبل لذلك هناك عزم على عملية هذه التنمية التي تمثلها وتجسدها الخطة 2020-30 قضية مواءمة هذه التنمية كل عمل تطويري تنموي إصلاحي في الجانب الاقتصادي أو في غيره يتطلب بعض المراجعات بعض التعديلات بعض التحسينات في تقديري أن القيادة سعت ووضوح تلمس مهم لاحتياجات الناس ما الذي يؤثر على الناس القيادة في الحقيقة كان بإمكانها تترك الأمور على طبيعتها ويتحمل الناس ما يتحملون لأن الخاتمة وكما يعرف الناس هي لمصلحتهم ولكن رغبة في رفع العبء رغبة في نجاح التجربة رغبة في تجنيب المواطن كل هذه الكلفة سواء كانت مادية أو نفسية أو اجتماعية سعت القيادة في الحقيقة بهذا النهج الذي أنا أسميه في الحقيقة عبر هذه الحزمة ثمانية قرارات مهمة أسميه أن القيادة الرشيدة وضعت لنا عنوانا عريضا في سنة المملكة اليوم هو المواطن أولا فعلا هذا الاهتمام ينبه أن اهتمام القيادة بجعل المواطن في المقدمة مع ذلك لم تغفل عملية التنمية مع ذلك لم تغفل عملية الإصلاح الاقتصادي وهذه أمور في حقيقة مهمة كما ذكرت قيادة إدارية وأيضا قيادة أبوية هذا صحي للشعب أوجه لك هذا السؤال طبعا أستاذ عبد الرحمن لانعكاسات الإيجابية لهذه القرارات خصوصا مع الفرحة العارمة لكلنا لمسناها في مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذه القرارات التي سنتحدث تفصيليا عنها لامست طبعا الأغلبية الكبيرة من السعوديين بشكل مباشر لتسهيل طبعا الأثار الاقتصادية وأيضا تحقيق الرخاء للمواطن تفضل اسمح لي أول أستاذ الكريم حقيقة قبل أن أبدأ أن أقول شكرا سيدي خادم الحرمين الشريفين لملك سلمان بن عبد العزيز شكرا لسيدي صاحب السمو الملكي لأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أثلجتم صدور أبنائكم أبناء هذا الشعب الكريم أستاذ الكريم القيادة الكريمة منذ زمن عودت هذا الشعب الكريم على مبادرات كبيرة جدا لذلك الشعب الكريم يعني لا يستقرب أن تكون القيادة الكريمة معه في كل اللحظات وفي كل الأزمات وحالما حقيقة طلعتنا الدولة عزها الله بالميزانية الأسبوع الماضي وصدرت فيها بعض القرارات التي من شأنها رفع أسعار بعض الحاجيات أو بعض السلحة إلا أن ذلك سارع به سيدي خادم الحرمين الشريفين ليخفف العب على كاهل المواطن والمواطنين بصفة عامة سواء كان مدنيين أو عسكريين أو طلاب أو متقاعدين حتى جنودنا البواسل في خط الدفاع تشملهم هذه الرعاية الكريمة بتخفيف العب عن كاهلهم هذه المبادرات الكريمة من القيادة الحكيمة من القيادة الكريمة التي وضعتها للشعب الكريم تجعل من الشعب أن يرفع يديه ويدعو بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولهذا البلد الكريم أن يطيل الله في عمره ويجعل هذا البلد معطاءا دائما في كل الظروف الحقيقة والواقع أن ما تفضلت به الدولة عزها الله صباح هذا اليوم وأثجت شدور المواطنين هو حصيلة اهتمامات الدولة بالفرد السعودي الفرد السعودي كما جاء في التصريحات بعض الصحف أنه الأهم والدولة تنظر إلى الفرد السعودي على أنه العنصر الأهم في جميع المجالات لذلك جاءت الرقبة الكريمة الملكية في الأوامر الملكية الاهتمام بالفرد السعودي وهو الفرد السعودي اليوم يعيش فرحة عارمة لم يكن لها مثيل بأن حقق الله سبحانه وتعالى كل الأمان على قيادتنا الحكيمة عزها الله جيد دكتور سالم الاهتمام بالفرد السعودي كل طبعا هذه الأوامر والقرارات هي ما كان يتمناه ويحتاجها الناس في موقع التواصل الاجتماعي نرصد طبعا الاحتياجات وأيضا نتناقلها نحن هنا في وسائل الإعلام وهذا دورنا خدم الحرميني الشريفين الملك سلمان جاءت هذه القرارات طبعا متوافقة مع احتياجاتها فعليا نقول أنه والله هذا الملك العادل الله يحفظه ويطول عمره يفهم تماما ما يحتاجه المواطن السعودي وبالتالي يلبي رغباته خصوصا أن هذه الأوامر الملكية تحمل طبعا مبالغ كبيرة جدا على خزينة الدولة إلا أنها جاءت متوافقة طبعا لإجراء اقتصادي أيضا وتصحيحي إضافة إلى الجانب الاجتماعي اللي نركز عليه بجانب مهم لأنه علاقتنا هنا في المملكة العربية السعودية بالشعب مع القيادة علاقة خاصة جدا وكما ذكرنا أنها علاقة أبوية في الأساس الأول يعني في الحقيقة طبيعة القرارات والمسارات التي تذهب فيها هي تعطينا نظرة شاملة في الحقيقة لكل فئات المجتمع يعني إذا ابتدأنا من أبناؤنا وبناتنا الطلاب في الجامعات وفي التعليم في كل مراحله ثم انتقلنا إلى المتقاعدين وأصحاب المعاشات سواء كانوا العسكريين أو المدنيين ثم انتقلنا إلى جنود الوطن ثم انتقلنا إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي الشريحة الاجتماعية في المجتمع بصورة بانورامية تم تلمس احتياجاتها وتم يعني سد ما يمكن أن يكون هناك من ثغرات قد تؤثر على مستوها الاجتماعي مستوها الأسري مستوها يعني الحياة المعيشية التقليدي العادي لسد هذه الثغرة هذه النظرة في الحقيقة هي تؤكد عزم في رأيي أنا أقرأه من هذه النقطة وهو عزم وهو ضروري ومهم في حقيقة في دولة نامية نحن لا نزال في هذه البلاد المباركة دولة نامية ونحتاج إلى التطوير نحتاج إلى تحسين آليات الاقتصاد نحتاج إلى تحسين حتى يعني استعداد المواطن للعمل الاقتصادي وليكون عملا منتجا ويكون مستوعب لدورة الحياة التنموية في البلاد هذه النظرة حقيقة كانت من القيادة جاء فيها كما قلت حقيقة وانا أحب هذه النظرة لأنها خصوصية سعودية وهي نظرة القائد الأب نصره الله ومكنه والذي يتلمس احتياج أبنائه وفي الجانب الآخر يحرص على أن يكون هناك عملية صحيحة للتنمية لنقل المجتمع إلى طور آخر من أطوار التنمية في المستقبل الشيء المهم هو في الحقيقة يعني أن الناس لديهم هذا الحس الحقيقة ويستطيعون التضحية ويستطيعون القبول بهذه المعاني لأنهم يعرفون هذه النظرة هي نظرة الخير لم يعهد المواطن من قيادته حقيقة تاريخيا يعني على مدى الأباب والأجداد والآن الأبناء والأحفاد في المستقبل لم يعهدون نية الإضرار من القيادة لم يتلمسه الإنسان السعودي الإنسان السعودي دائما كان يتلمس الخيرية يعني الرعاية هي في مفهوم الدولة هناك مفاهيم للدولة الرعاية ثم دولة الرفاء ودولة الرفاهية ويعني مسارات أخرى دولة ما يسمى بالدولة الحارسة الدولة مثل المملكة العربية السعودية حقيقة هي تمتزج فيها الخصوصية السعودية التي هي الأسرة الواحدة أنا أحب أن أسميها بهذه الطريقة الشيء الآخر هو دولة الرفاء المملكة تقدم نفسها ودولة الرفاء هي عنوين الدول المعاصرة عندما تقدم أنفسها لشعوبها وللعالم هي دولة رفاء تحقق التوازن الاجتماعي تحقق الرفاء ليس هناك إضرار بمصالح الناس يعني كل القوانين والأنظمة التي تصدر هي للناس ومن صالح الناس يعني كل هذه الرؤية في الحقيقة هي تؤكد دولة الرفاء التي تسألها القيادة الرشيدة ويعني ربما هذا ما لمسنا في حبور الناس هذا ما يأتي أيضا على لسان خادم الحرمين الشريفين دائما وما يوصي به المسؤولين في طبعا تحقيق الرفاء في المقام الأول كون المواطن هو أولا دائما وأبدا خليني أسألك أستاذ عبد الرحمن ندخل مباشرة إلى طبعا نصوص الأوامر الملكية أسألك عن طبعا إعادة العلاوة السانوية وأيضا صرفها للمواطنين من موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين كيف رأيت تلقي طبعا المواطنين لهذا الأمر خصوصا فيما يختص بالعلاوة سنفصل في بقية القرارات والأوامر تفضل أستاذ الكريم حقيقة الأوامر بصفة عامة تلقاها الشعب السعودي حقيقة ليلة البارهة بكامل الفرحة الشعب السعودي عاش ساعات ونام نوم هنيئ مع هذه الأوامر الملكية التي جعلت الفرد السعودي يشعر بأمور كثيرة من أهمها الراحة والإطمئنان على المستقبل وعلى الاختصاد وعلى العيش تلك هي دولتنا تلك هي مملكتنا الحبيبة تلك هي قيادتنا تلك هي عدودتنا على كل شيء أن يكون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وهذا طبعا ما احتوتها الدولة أعزها الله احتوت المواطنين من كل الجوانب وإذا سمحت لي أستاذ الكريم أن أعمل مفارقة ومقارنة بسيطة جدا كيف احتوت هذه القيادة الكريمة قيادة سلمان بن عبد العزيز ملك العزم ملك الحزم ملك الكرم والعطاء أبنائه المواطنين وفي أيام معدودة نحظى بالفرد السعودي الذي الآن يعيش أحلى أيامه وأعمل مقارنة بدول داست أبنائها في التراب وحرمتهم ملذات الحياة وحرمتهم العيش الهنيئ لمجرد أنهم يطالبون بعيش هنيئ من حقوقهم لننظر المفارقة بين تلك هذه الدول وإذا كنت أنا أقصد في ذلك فأنا أقصد ما يجري الآن في طهران وفي المدن الإيرانية من دست كرامة الإنسان تحت التراب ولننظر إلى قيادتنا الكريمة قيادتنا الحكيمة كيف احتوت المواطن السعودي كيف احتمت المواطنيين السعوديين ووضعتهم في الموضع الأكمل الذي يتناسب معهم حتى يجعل من الفرد السعودي يفتخر ويلفت بالدعاء ويقول عاش سلمان بكل تأكيد عاش سلمان وهذه الجملة التي ترددت كثيرا البارحة في مواقع التواصل خليني أسألك عن أيضا من الأوامر الملكية صرف بدل غلاء معيشة ألف ريال للموظفين أيضا مدنيين وعسكريين الحديث أيضا هذا إضافة لعودة العلاوة السلوية وأيضا لم ينسوا المتقاعدين تم صرف لهم المحتاجين طبعا تم صرف لهم طبعا في الضمان الاجتماعي مبلغ خمسمائة ريال كافة الفئات احتوتها هذه طبعا أزيادة على الراتب كيف ترى أيضا هذا الحدث الذي هو جديد ومهم جدا يعني في الحقيقة لو بحثنا أو فصلنا حجم هذه الشريحة في بنية المجتمع السعودي سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو حتى متلقين لمنافع الضمان الاجتماعي نجد أنها من أكبر الشرائع إذن هذه الشريحة المستدفة هي شريحة واسعة وواسعة جدا بمعنى أن الضخ الحكومي أو الانفاق الحكومي في عمل الموازنة وعمل الحماية يعني توجه إلى شريحة من أكبر الشرائع في المجتمع السعودي هذا في الرقم الأول انعكاسات هذا في تقديري هي انعكاسات إيجابية لا شك لأن هناك نقطة مهمة وهو يعني لم نتعود في الحقيقة على المستوى النفسي في المملكة يعني بعض القرارات الاقتصادية وإن كان الزمن كان كفيلا في رأيي أنا على الأقل كبعث كان كفيلا بأن يتعود عليها الناس وتصبح يعني لأن كل الشعوب تقريبا هي مألوفة فيها ولكن ربما لخصوصيتنا كما نقول دائما لكن أيضا القيادة الحكيمة نصر الله أيضا حاولت وسعت حقيقة بجدية لتجنب الناس أي أثر سلبيه حتى على المستويات النفسية من حقيقة منته نفسه أو شعر أن هناك تغيرا أو مفاجأة ستحصل له وضع طريق للأمان لذلك كان أعجبني في الحقيقة وهو يعني كان تعبيرا صادقا في حدي صحفنا اليوم طلعته وهو الأمل دائما قيادتنا تهدي المواطن الأمل وليس هناك شيء في الحقيقة أجمل من بناء المجتمعات من الأمل وبناء المستقبل من الأمل ويعني شخص مجموعة هوافز الدكتور على المواطنين أن يتفاعلوا معها لتقديم دائما الأفضل لهذه الأرض التي تستحق الكثير أيضا في أمر يمكن الكل مش فقط فرح طبعا العساكر على الحد الجنوبي في الصف الأول إنما فرحنا جميعا لأنهم يستحقون دائما التكريم ودائما ما الدولة تنظر لهم بتقدير كبير كونهم رجال يدافعون بدماءهم عن هذه الأرض الطاهرة خمسة ألاف ريال مكافأ أستاذ السهلم لطبعا المقاتلين في الصف أول من جنود المملكة العربية السعودية وفرحة عامة أيضا جراء هذا التكريم من الدولة لهؤلاء الرجال الذين يستحقون دائما وأبدا كل شيء نعم طال عمرك الدولة حقيقة لم تقفل هذا الموضوع وهؤلاء حقيقة أبطالنا البواسل الذين حقيقة أعينهم على الحدود وأيديهم على الزناد الدولة عزها الله وفي مقدمتها سيدي خادم الحربين الشريفين أعطت هذا الجانب الأهم الأكبر حقيقة في الأوامر الملكية التي صدرت ليلة البارع وكرمت هؤلاء الأبطال البواسل بهذا المبلغ السخي الذي يرفع معنوياتهم والذي فعلا يضع جنودنا البواسل محل الاهتمام تلك هي نظرة الدولة عزها الله للمدنيين ولكن لم تقفل جانب العسكريين الذين يدافعون عن الوطن والذين أعينهم دائما في حراسة الوطن في جميع مشاعاته شكرا جزيلا لحضورك وأيضا لحديثك الأستاذ عبد الرحمن الملحم المحلل السياسي وأيضا الشكر لك طبعا مسشرة دكتور سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية اليوم مشاهدين حلقة طبعا مليئة بالتفاؤل نسأل الله عز وجل أن يديم الخير دائما وأبدا على البلاد والعباد وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة نلتقيكم إن شاء الله عطيلة الأسبوع في طبعة المشاهد إلى اللقاء اشتركوا في القناة